موسيقى يا مسائل فل ازايك عاملين ايه تعالوا النهاردة هجيبلكم طريقة للكريم كرامل بطريقة سهلة وبسيطة هعملكم كيكة للكريم كرامل جميلة جدا وسهلة ومقادير حلوة وبسيطة احلى من التجاهز وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وان شاء الله تشرفونا كده سبسكرايب للقناة وتعملوا واتفعلوا الجرس وعايز لايك وشيل الفيديو كتير ويلا بنا يلا بنا نشوف ما قادرنا معانا سبع بضات ومعانا كيلو لبل ومعانا كبتين سكر وورقتين فانيليا معانا هنا بشرة لمونة كبيرة وزرة ملح اول حاجة هناخد كبيرة السكر دي ونحطها في تسعة النار انا مش هقلب السكر خالص ان هسيبه كده ايه عشان يتعمل كرامل مع نفسه كده ومش هقلبه بيدي انه وط النار وقلبه وقلبه السكر ابتده هوت يعمل الكرامل انا مش هحطه في المعلقة خالص انا هقلب فيه براحة كده ومتحال انه هو ايه الكرامل مع نفسه كده من غير معلقة من غير حاجة انت انت بقلبه معلقتين مية تغيرين عليهم السكر سوف الى الحد ما يتكرمل على النار وسط كده مش عايزة النار عالية مش متحرقش في حالة بقى التانية هناخد اللبن نحطه على النار يتدفى شوية انا مش عايزة يغليه انا عاوز اللبن يدفى بس كده دفيه مش اكتر يعني مش عايزة يغليه سوف ادفى اللبن وعمل قرامل ونكمل الطريقة القرامل اللبن يتدفى معي هتعمل حوز وحلو هنزل بقى قاعد ايه على الصانية كده والصانية دي هتدفى في صانية اكبر منها فيها ميا الميا دي هتبقى بتغلي طبعا احنا عايزنها تغلي ونجي بقى نعمل المعدير الكريم انا كده عملناك كرامل ونبتدى بقى المعدير الكريم دلوقتي هبدأ بقى اللبن بأدافي معنا هنزل بالوضع اللبن ومعي المضرب ونضرب بسرعة وهنزل بابسه للمون المون ونضرب المنزイ ونضرب بسرعة كبأة السكر انا هتركوا مبارده وكيه في الخلاط علشان ما يدفع اي تكتلات متراك فيه هزي بقى احضت الفانيليا انا عندي اختيارين اما احطوهم كلهم في الخلاط يندربوا مع بعض اما اعملهم ايه اصفي الخليط ده كله في مصفى وعشان ينزل اي تكتلات فادلوات اصفي في المصفى وارجع بقى اكمل معاكو ايه؟ ادخلوا الفرن لا احطوه في الصينية ادخل الفرن اصفيته دلوات الخليط كله بمصفى اهوت عشان ما يباش في اي حاجة مترح البيب اي تكتلات صغيرة عشان ما يباش بينا في الكريم كراميل هاجي بقى على المصفى ده انا احط فيها الكراميل تحت همتك بقى احط افضل الخليط فيها كله الصينية اللي تحت بقى فيها مياه مغلية هدخل كل ده الفرن هي هتستيوه هتاخد لها تلت ساعة يعني من كتير تلت ساعة ممكن خليها نص ساعة عشان بضمنا ان هي ايه خلاص وادها بقى الوش الجراتان الحلو ده منع الوش في الفرن واطلها بقى وقلبها ووريها لكم ان شاء الله يا رب تبقى تعجبكم طلع انا الكريم كراميل من الفرن وخدت ووشه لون كده احمر شوية جميل اللون دبيب بطعمه حلو او في الاكل بصراحة هقلوه بقى هقلوه ووريها لكم بشكل ايه قلبت وقطعت وعمل ازاي جميل ونعمل من جوه خالص مكومه حلو ومتماتك ازاي قلبوا ان شاء الله ويعجبكم نشركم بخير اشتركوا في القناة